كوليس مرحبا يعني عم تسأليني عن إعجاب مكسيم خليل وصوصن أرشيد الممثلين السوريين اللي بنواجهنهم تحية على منشور للناشط السوري عمر الشغري باعتقد هيك اسمه اللي روج لبروباجندا كاذبة وقصص ملفقة غير صحيحة منها أنه المدنيين اللبنانيين عم بيحرقوا مخيمات الناس حين السوريين في لبنان. أنا لبناني وقاعد بلبنان وأنت بتعرفي كوليس نحن كلنا كأسرة عمل إذا كان خينا ظالم نقول خينا ظالم يعني إذا كانت هيد القصة حقيقية كنت أول حدا أو كنا أول ناس طلعنا وحكينا عن الموضوع لكن يبدو أنه بروباجندا كاذبة هدفها ضرب سورة لبنان في حريق واحد صار بيزحلي قريب مني هون بالمخيم وتبين أنه كان حدا يطبخ من جوا باعتراف النازح السوري جوات المخيم أنه كان عم بيطبخه صار في حريق وقبله بعرسال كمان صار في حريق من من الداخل غير أنه الصيفية الماضية أعلى نسبة حرائق سجلت في لبنان بسبب الحرارة المرتفعة وأصابت منازل ومصانع لبنانيين أكتر ما أصابت منازل أو مخيمات تابعة للناس حين السوريين في لبنان فبالتالي هيده بروباجندا كاذبة جدا هيده حملة إعلامية سيئة نحنا بنستغرب من الناشط عمر اللي يبدو عنده كتير محبين أنه كيف بيروج الأخبار كاذبة بدون ما يتأكد من مصادرها واللي بيأسفنا أكتر هو سوسا وماكسيم اللي نجره ورا هيده الحملة الإعلامية المزيفة ومعهم الممثل اللبناني ويسام صليبة اللي نحنا كتير ما نحبه واللي بدنا نسأله هل حضرت كل الفيديو وهل لما حضرت كل الفيديو رجعت سألت شو صار يعني رجعت تأكدت من المعلومات الواردة لأنه منصة أكس ذاتا منصة تويتر سابقا كتبت على تغريدة عمر الشغري اللي نزل هيده الفيديو كمان هونيك أنه تتضمن معلومات غير صحيحة ومعلومات ملفقة لأنه كل المعلومات اللي نقالت مانا صحيحة وبعدين خطيرة جدا كوليس لأنه بتولد المزيد من المشاعر السلبية بين الشعب اللبناني والسوري وهيدا اللي ما منتمنين احنا منحب السوريين كتير ومنحب اللبنانيين كتير ونحب كل الشعوب العربية تبقى متماسكة وقريبة من بعض البعض عكل حال هيدا رد كوليس شكرا كتير لألك كوليس مع بعض المشهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة